تدارس المجلس وصادقاء على مشروع قانون رقم 5419 بمثابة ميتاق للمرافق العمومية وهو المشروع الذي يأتي في إطار تنزيل أحكام الفصل 157 من الدصور الذي ينص على إعداد ميتاق للمرافق العمومية يحدد قواعد الحكام الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارة العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية كما يأتي أيضا في إطار تنزيل ما دعا إليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي أكد في مناسبات عديدة على راهنية واستعجالية تطوير أداء المرافق العمومية للنهوض بأدوارها الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في بلورة نموذج تنموي وطني كفير بتحقيق تنمية متوازنة ومنصفة وبمنح نفس جديد للحكامة الترابية لمعالجة مختلف المشاكل المحلية فضلا عن أن يتسم عمل المرافق العمومية بالاستجابة لمطالب المواطنين والإصغاء إليهم وإشراكهم في اتخاذ القرار أكد جلالته أيضا في مناسبة متعددة على أنه إذا كانت غاية المرافق العمومية ومبررات وجودها هي خدمة المواطنات والمواطنين والصهر على تلبية حاجيتهم وتمكينهم من قضاء مصالحهم في أحسن الظروف وتبسط المساطر وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منهم فذلك يقتضي من جهة قوية حكامة هذه المرافق وتحسين مستوى نجاعتها وجودة الخدمات التي تقدمها للمرتفقين وأيضا العمل على تغيير العقليات وتنمية روح الإبداع وباستلهام نموذج للتدبير هو المعتمد على مستوى القطاع الخاص والقائم على النجاعة والتنفسية أيضا المشروع يأتي في إطار تنزيل مقتضيات الرسالة الملكية السامية التي وجهت إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا بصخيرة حيث حتى جلالة الملك على التسريع بإخراج ميتاق المرافق العمومية وإعطائه صبغة إلزامية تجعل منه مرجعا أساسيا للحكامة الجيدة يتشكل هذا الميتاق والذي هو بمثابة قانون من؟ أولا هناك باب يتعلق بتعريف فهم المرافق العمومي المرتفق للخدمة العمومية والهيئات التي يشملها هذا القانون أيضا هناك باب تاني يتعلق بقواعد الحكامة الجيدة وهي قواعد أولا احترام القانون المساواة للسمرارية في أداء الخدمات عدم التوقف عن أدائها الجودة والإنصاف في تغطية التراب الوطني الشفافية ربط المسؤولية بالمحاسبة والنزاهة والإنفتاح هناك باب ثالث يتعلق بالتنظيم على مستوى القواعد التي تؤثر التنظيم والتدبير الداخلي باب الرابع ينظم العلاقة بين المرافق العمومية العلاقة بينها وبين المرتفقين ما هي القواعد التي ينبغي أن تؤثر؟ أولا على المستوى الانفتاح والتواصل على المستوى تحسين ظروف الاستقبال على مستوى تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية ورقمنتها على مستوى الاهتمام بالتظلمات المرتفقين واللجوء إلى المساعد التوفيقية لحل الخلافات التي قد تقع أما الباب الخامس فيهم القواعد المتعلقة بالنزاهة ما هي القواعد التي ينبغي أن تحكم سلوك الموارد البشرية في المرافق العمومية؟ بما يعزز قيم النزاهة والوقاية من كل أشكال الفساد ومحاربتها ويرسخ قيم التخليق باب الأخير فيهم آليات تتبع تفعيل المتاق ومن ذلك إحداث مرصد وطني مرصد وطني للمرافق العمومية يتولى مهمة رصد مستوى مستوى فعالية أداء المرافق العمومي ونجاعة خدماته أيضا تقييم المخططات والبرامج التي تم تنفيذها وأيضا اقتراح التدابير والإجراءات التي من شأنها تطوير أداء هذه المرافق والرفع من جودة خدماتها